ماذا يمكن أن يحدث لو اختفت الدبابير من العالم فيما يتعلق بهذه الدبابير التي شاهدناها تفعل الأفاعيل بباقي الحشرات ألن يكون العالم مكانا أفضل لو لم توجد به تلك الحشرات المؤذية المتطفلة بالطبع لا الدبابير مخلوقات ذكية جدا يمكنها التعرف على وجوه بعضها بعضا والتمييز بين العدو والصديق وتذكر وجوه البشر أيضا كما يمكن تدريبها على اكتشاف المتفجرات والمخدرات والفطريات المدمرة للمحاصيل الزراعية في مراحلها الأولى والجثث المتحللات تحت التربة وبعض السرطانات التي تصيب البشر وذلك بالتعرف على رائحتها وهي تتفوق في أداء تلك المهام على الكلاب المدربة وأجهزة الاستشعار الإلكترونية حسنا لكن كم نحتاج من الوقت لتدريب الدبابير على مثل هذه الأمور الدقيقة؟ خمس دقائق فقط ليس ذلك فحسب بل هناك مادة مستخلصة من سم الدبابير تستخدم لعلاج السرطان كما يمكن قتل تسعة وتسعين وتسعة أعشار من مئة من بعض أنواع الميكروبات الضرة خلال الساعة واحدة كذلك تلعب الدبابير دورا هاما في حفظ التوازن البيئية فمن بين مئة ألف نوع من الدبابير وجدت بعض الدراسات أن تسعة أنواع فقط من الدبابير تقضي على أربعة عشر مليون طن من الحشرة الضرة بالمحصيل وذلك في بريثانيا وحدها خلال فصل الصيف مما يوفر للبشرية حوالي أربعمائة وسبعة عشر مليار دولار سنويا هذا بجانب دور الدبابير في نقل حبوب اللقاح بين النباتات مثل ما يفعل النحل لكن هناك مئة وأربعة وستون نبات تعتمد بالكلية على الدبابير وبدون الدبابير سوف تنقرد تلك النباتات مثل التين البري والأوركيدا الدبور والتين البري الجميز أو التين البري يختلف في طريقة تلقيحه عن التين الذي نشتريه من أسواقنا فشجرة التين البري مالكة الأشجار ويبلغ طولها في بعض الأحيان عشرين متر وتثمر طوال العام ويعتمد عليها غذاء أساسيا حوالي 1300 نوع مختلف من بينها حيوانات وطيور وزواحف وأحيانا تكون هي الغذاء الوحيد المتاح لتلك الأنواع تلك الشجرة الضخمة تعتمد كليا في تلقيحها على الدبور التين الذي يبلغ طوله ميلي مترين وعمره يومين فقط يوجد حوالي 750 نوعا من التين البري ولكل نوع دبوره الخاص به ولا يمكن أن يوجد التين بدون الدبور ولا الدبور بدون التين وصعوبة تلقيح التين سببها أن أزهاره موجودة بداخل تلك الثمار المغلقة وأنثى الدبور هذا يمكنها أن تمر من سم الخياط لكنها لا تستطيع المرور من فتحة ثمرة التين إلا إذا ضغطت جسمها وفقدت جناحيها لكنها لا تبالي بذلك فلن تحتاج إليهما بعد اليوم وفور وصولها لداخل الثمرة تفرز الثمارة مادة مطاهرة تمنع دخول المزيد إليها ثم تغلق الفتحة تماما وفي الداخل تمر أنثى الدبور على الزهور المؤنثة لتفرغ عليها حبوب اللقاح التي حملتها من الأزهار المذكرة للثمرة التي ولدت فيها ثم تضع بيضها على بعض الزهور الأخرى ثم تحقن مادة كيميائية وتموت فتنقسم الزهور بالداخل إلى قسمين القسم الأول للزهور التي تحمل بيضة الدبور فهذه تكون غلافا للبيضة بديلا للشرنقة يوفر لها الحماية والغذاء والقسم الثاني للزهور التي تحمل حبوب اللقاح فهذه تكون بذور التين وطبعا هذا التوزيع ويجب أن يكون دقيقا حتى لا يضغى عدد الدبابير على عدد البذور أو العكس بعد ذلك يكون الذكور أول من يخرج من الأغلفة ويكونون بلا أجنحة لأنهم لن يغادروا مكان ولادتهم وإنما سيبحثون عن الإناث داخل الأغلفة لتلقيحهن ثم يحفرون نفقا لتتمكن الإناث من مغادرة الثمرة بعد أن يحملنا حبوب اللقاح في جيوب خاصة معدة لذلك ويبحثنا عن تجرة تين أخرى في الجوار ليعدنا الكرة من جديد ولو وجدت دبابير أنانية تهتم بزيادة عدد البيض على حساب تلقيح زهور التين فسوف تتضاعف أرباحها على المدى القصير لعدة أجيال مما يزيد من انتشارها على حساب الفصيلة المتعاونة لكن في النهاية سيؤدي ذلك إلى حدوث مأساة الموارد وزوال النظام كله وخسارة الجميع فمن الذي حفظ النظام ومنع وقوع تلك المآسي إن لم يكن الخالق العليم الحكيم أنثى الدبور هذه يبلغ طولها أربعة سنتيمترات وهي لا تطير وعندما تكون جاهزة للتزاوج تصعد على أحد الأغصان بارتفاع أربعين سنتيمترا بالضبط وتطلق في الهواء رائحة خاصة تجذب الذكور فيأتي فارس الأحلام ليحملها إلى عش الزوجية لكن يبدو أن هناك منافسات أخريات لأنثى الدبور زهرة نبات الأركيدة تشبه في مظهرها وحجمها أنثى الدبور وهي معلقة على الارتفاع نفسه الذي تصعد إليه الأنثى كما أنها تفرز الرائحة نفسها التي تفرزها الأنثى وربما أقوى فينخده الذكر ويذهب للزهرة ليمسك بها وعندما يبدأ في الطيران تحول المطرقة المعلقة بها الزهرة طاقة حركة الدبور في اتجاه المختلف لتضربه بقوة في مغزن حبوب اللقاح وفي النهاية يتركها ويطير محملا بحبوب اللقاح إلى زهرة أخرى ولذلك فنبات الأركيدة معتمد تماما في تلقيحه على هذا الدبور المخدوع وإن تحدثنا عن خداع النباتات للحشرات فلا يمكن أن لا نذكر نبات فينوس فينوس النبات الذي يعرف الحساب نبات فينوس يتغذى باستياد الحشرات والحيوانات الصغيرة أيضا لكن كيف لنبات أن يفعل ذلك؟ الأوراق تفرز رحيقا حلو المذاق لجذب الفريسة وفور أن تلمس الفريسة تلك السعيرات الدقيقة تانغلق المصيادة بسرعة مذهلة وتتحول إلى معدة تفرز إنزيماتها الهاضمة لتحلل الفريسة ثم تمتصها وبعد خمسة أيام تفتح أبوابها مجددا لاستقبال فريسة أخرى لكن هناك مشكلة كيف تتفادى نبات فينوس لنذارات الكاذبة؟ كأن يحرك الهواء أو المطر هذه الشعيرات أو يسقط فوقها حجرا أو غصنا أو أن تكون الحشرة صغيرة لا تستحق عنها إنتاج الإنزيمات الهاضمة حسنا الحل بسيط إنها تعد من واحد إلى عشرين قبل أن تغلق المصيادة حقا هذا ما يحدث فعند ملامسة شعيرة واحدة لا يحدث شيء لكن خلال عشرين ثانية من اللمسة الأولى إذا لمست شعيرة أخرى فسوف تنغلق المصيادة لأن هذا يرجح وجود جسم يتحرك على سطح الورقة ومع ذلك لن تفرز الإنزيمات الهاضمة إلا إذا سجلت خمس لمسات لشعيرات متفرقة مما يعني أن حجم الفريسة مناسب وهنا فقط تبدأ الوليمة عالم بدون طفيليات قد نكون علمنا الآن أهمية وجود الدبابير ومدى عظم خلقها ونفعها وأن داروين كان مخطئا حين قال إن الإله الرحيم لا يمكن أن يخلق الدبابير لكن ما حال باقي الطفيليات المضرة؟ ماذا سيحدث لو اختفت جميعا أو لو لم تخلق ابتداءا؟ الطفيليات تلعب أدوارا هامة جدا في حفظ التوازن البيئي أحد هذه الأدوار أنها من المفترسات بل ربما من المفترسات العلوية التي تحتل قمة السلاسل الغذائية وتحافظ على بقائها من خلال استهلاكها الرشيد لفرائسها وتجنب الإسراف وهذا في حد ذاته نوع من أنواع التعاون والحفاظ على الموارد وعلى الجانب المقابل فإنه بغياب المفترس تنفجر أعداد الفرائس في زيادة مستمرة تخل بالنظام كله وتدمره فمأساة الموارد ستقع سواء أكان المفترس أنانيا مسرفاً في استهلاكه أم كان غائباً تماماً وغير مؤثر مثل ما حدث في أستراليا عام 1935 عندما جرى استيراد ضفاضع موطنها الأصلي أمريكا وسرحت في حقول قصب السكر للقضاء على الخنافس لكن بسبب عدم وجود مفترسين طبيعيين لهذه الضفاضع في أستراليا تزايد عددها جداً وتسببت في ضرر بيئي واسع وانقراض لأنواع محلية كثيرة ورغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الحكومة الأسترالية منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا فإنها لم تفلح قطف السيطرة على هذه الضفاضع والدور الآخر الذي تلعبه الطفيليات في حفظ التوازن البيئي أنها وسيلة ربط بين أفراد السلسلة الغذائية لضمان ثبات النظام واستقراره لدرجة تصل في بعض الأحيان إلى 93% من ترابطات وتشابكات النظام كلها يمكن عزبها إلى الطفيليات فمثلاً 60% من غذاء بعض أسماك المياه العذبة في اليابان يكون من الجنادب والصراصير لكن ما الذي سيأتي بها للمياه غير دودة شعرية طفيلية تجعلها تلقي بأنفسها في المياه وقريب من ذلك ما تفعله بعض الديدان المفلطحة في الأسماك إنها تجعلها تصعد إلى السطح لكي يرتفع احتمال صيد الطيور لها 30 ضعفا وبعض الطفيليات تحدث تشوهات جينية للبرمائيات فتفقد أطرافها أو تنمو لها أطراف زائدة مما يضعف قدرتها على القفز والسباحة فيجعلها أكثر عرضة للإفتراس هذا كله يضمن استقرار النظام البيئي وترابطه بل إن الأمر يذهب أبعد من ذلك فقد تكون الطفيليات مفيدة لصحتنا إذ لحظ أن الدول الفقيرة التي تنتشر فيها عدوى الديدان الطفيلية تختفي منها الأمراض المناعية تماما مثل الربوي والإكزيما والتهاب وتقرحات القولون في حين أن العكس صحيح في الدول المتقدمة وبالبحث تبين أن الطفيليات تفرز مواد لتنشيط بعض الخلايا المناعية التي تعمل على ضبط الجهاز المناعي لتهدئة ردة فعله تجاه الالتهابات مما يضمن للطفيليات البقاء ويحفظ توازن الجهاز المناعي حتى أصبح هناك توجه علاجي بالديدان الطفيلية نفسها أو باستخلاص بعض المواد منها وهذا ليس خاصا بطفيليات البشر فحسب وإنما امتد النطاق لإصابة الأنواع المهددة بالانقراض بالطفيليات داخل المحميات الطبيعية لضمان مستوى صحي أعلى لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر